ده برنامج الحسابات المصغر المبسط قوي اللي هو ما خدش بردك وقت بس هي لو كانت الداتا دي الايكون بتاعته لو شغلت البرنامج بها يطلع لي الاسم المستخدم كلمة السر اكتب طبعا ممكن يبقى فيه اكتر من مستخدم يعني للبرنامج كل مستخدم بس انا من دلوقتي عامله كده دي بس اقدر اخلي كذا مستخدم وكذا وكل مستخدم يشوف حاجة والتاني ما يشوفش حاجة وكده بس دي مبدئين حاجة واحدة عشان نشتغل به وانا كاتب كده الدخول اول ما هنخش ال البرنامج فتح بالطريقة دي دي شاشة البرنامج فيها الجزء الاولاني ده اللي هو البروجيكت كود العميل طبعا اسماء العمل هتطلع العميل ده نوع ايه بيجي ولا كذا الـ design case جديد ولا تعديل اول البروجيكت طايب كل انواع البروجيكت بتاعتي البروجيكت ستايل اللي هو بتاع المشروع انواع بيختارها بعد كده يكتب الـ name of project بعد كده الـ area اذا كان عايز يحسب عايز يكتب بعد كده يكتبها طبعا الداتا اللي دخلت في المشروع مسلا ده مشروع رقم واحد من سبعمية من تلتمية سبعة وسبعين فايه الكلام ده بعد كده بعد ما نعمل سوري المهندس اللي خد المشروع دي نوتس ممكن نكتب كتاب كبير فيها دي المشروع الكيس بتاعته تم ولا ولا جاري العمل ونسبة كزا لو حد عايز يتابع المشاريع من الحسابات ولا تمه ولا متوقف انا شايف ان دي لينك مهمة جدا ضرورية بتاع الحسابات بيطبع عدد معين اللي هم مشاريع الاسبوعية دي ايا كان عددها ولما يبقوا زيادة علي نجيب موظفتان وهكزا آآ للمتابعة بس يشوف بس حصل ايه فطبعا المشروع عنده فيه طبعا كزا ديت المود ده وصل يوم ايه هيبدأ بقى هيخرج من المكتب يوم ايه يبقى احنا كده في يومين هو الستارت الستارت ديت والاند ديت بين التاريخين دول وده كان موجود في بوضوع المشروع بعد كده نوتس بيكتب زي ما هو عايز بعد كده تم او ما تمش بعد كده التوتال كوست بتاعت المشروع الداون بيمين تدفع المقدمة الريمين الريمين ده هو هنا طبعا بيكتب اللي حصل ده الاجمالي بيكتبه هنا بطريقة بالاسلوب ده اتفقت معاه بعد كده اتفقت عليه معاهم بكتب الاجمالي بس بالسالب عشان هو بيطلع للباقي على طول هنا وابدأ اكتب مسلا الدفع الاولى دي التحويل اللي هي كانت الالف جنيه الاولاني اه وبردك نفس التاريخ هنا تحويل بردك الف يبقى الفين يبقى كأن الدول بيمينت الفين طبعا ده كلام هم اللي كاتبينه لكن انا المفروض لما بيبقى عندي اي برامج بعمله بشوف داتا مكتوب على الورق منظمة فاذا الداتا دي كانت غلط النتاج هتبقى غلط داتا صح ومترجع بتخش يبقى المفروض الداتا دي تبقى موضع الورق انا بقدر بقدر بالبوتون ده هنا بقدر يدخل طبعا البيانات هنا البيانات بتاعت هنا ده المصار هنا تاريخ العملية هنا رقم الوصل بكتبه يعني اللي نقلت على المشروع التاني يعني كان اخر رقم اصال هنا رقم ثلاثة حتى اصال بالاجمالي بس بالسالب بعد كده اكملت اربعة خمسة هنا بردك التاريخ التانية هنا تحويل كذا لو هو المصار المصار بقى يكتب بالتفصيل ده الاجمالي بيتحط في الاول اللي هو المتفق عليه بيتنقل من هنا والهنا والتحويل نفس الكلام اللي قلته لفيت طب ما لإن الزراير دي كلها ده هخرج من البرنامج هنشوفه ده اضيف ريكورد اسجل سيف ريكورد ده اسجل كل الشاشة دي بكل اللي فيها بعد ما عدلت دي امسح بس لازم عشان امسح امسح دول اللي هي التفاصيل دي بعدين امسح المشروع كله لو عايز امسح هنا دي اه اضيف ريكورد جديد لو دست حبيت اضيف واحد جديد كده الشاشات دي كلها فضلت ابدأ بقى اكتب هكتب اي حاجة يعني اكتب كود للمشروع باديا انا بكود المشاريع فالياكم مسلا انا هكتب اي كود بعيد حبة تلات خمسات كده الكستمر نيم هختار من الكستمر دول طب لو الكستمر مش موجود عندي جدوة اسمه الكستمر هنشوف زي اجيبه واضيف الكستمر دي لازم نحافظ على الاسماء دي فرضنا انا هكتب الكستمر دي بليو اس ده بعد كده الكستمر طايب ده كستمر بيج مسلا بتاعتي ده جديد او تعديل ده خلي مرة تاني تعديل بدخله بتمن لو التعديل بتمن لو التعديل مش بتمن بدخله تاني المشروع نفسه بنفس الكود ده وجهة نظري اللي اتفقت عليها في الاول لكن طبعا اي تعديل هتطر رعيدي البرنامج كله من الاول وجديد لان كان المفروض تتعمل تبقى فيه data كاملة و design جامد فده جديد طب ال project طيب داخلي ولا خارجي كل بقى الحالات الموجودة او لمخسلة فانا هقول مثلا خارجي طب خارجي ده فيه كم style اسلامي post modern classic modern كده فهقول modern مسلا اني مقد اي اسم المشروع باكتب اي حاجة بعد كده الarea بتاعته اكتب مسلا 500 متر مسلا بعد كده ممكن اكتبه او ما اكتبوش الدرجة الكزا العدد لو عايز اكتب وصف ده حاجة كويسة اكتب الاتفاق اللي اتفقنا عليه هيدفع كزا وهيعمل كزا بعد كده المدة المقترحة يعني جالي يوم كزا هيخط بتطعم بتطلع نتيجة هنا بكتب التاريخ بتاعي هنا نفس الكلام هنا الانجينير نيم هو خلاص توزع طبعا بتاع الحسابات بيعرف مع مين المشروع بالمعاونة مع المكتب الفني انا رأي انه بفيه لينك بين الحسابات وبين المكتب الفني ان هي بعد ما المشروع يتم المكتب الفني بيبلغ الحسابات او بيبقى المهندس بتاع القسم بيبلغ المكتب الفني ان المشروع استلموا المهندس كزا فبيكتبوا هنا اسمه طب نوتس هل في نوتس او بقى هيتابع بقى هيتابع مع مين هيتابع مع المكتب الفني بتاع الحسابات يسألهم المشروع ده النسبة في حصرة ايه ومهما متصل برئيس القسم يجيب له النتيجة الكازوفورك بقى هل المشروع ده خلص لم يبدأ آآ جاري العمل بنسبة عشرين جاري العمل بنسبة انا بنقدر نغير الحاجات دي ولا متوقف ولا تم ولا ايه قصته فيكتبوا مسلا جاري العمل لم يبدأ لسه ما بدأش يعني احنا بنعمل بس الاتفاق يعني التوتي الكز تبكتبوا با ديه هنا مثلا فرضنا من المشروع ده اتفقنا عليه مثلا بخمس خمس تلاف داون بيمنت مثلا كان آآ آآ الفين فانا هاجي هنا هكتب طبعا هكتب رقم وصل بعيد حبة مثلا وindistinct ألأي انها عشان مش عايفهم ما وصلوا للا ايه آآ اوجي اكتب لو كدبت رقم وصل متقرر ومش هيقبر يعني عملية التحويل دي تمت يوم ايه فهجي لي هنا اكتب يوم التحويل مثلا حصل التحويل ده يوم مثلا 16 اكتب بقى بكداية كل اللي نفسي فيه او فيه لستة من التحويلات اجمالي ده اجمالي ده اجمالي طبعا ده اجمالي اتفق عليه فيه اتفقنا عليه في يوم المشروع واكتب قيمته اللي هو ناقص خنص تلاف جنيه مين العمل القصة دي مسلا هنكتفق اللي اتفق ده مسلا سين من المهانزين بنكتب يعني مين اللي ده اتفق ممكن اسيب الخنة دي فاضي انزل هنا بقى الوصل بالف واحد هقول ان يوم مثلا جالي تحويل مثلا يوم 16 مثلا او يوم 17 اللي هو دفع المقدمة مثلا اللي هو الدفع الاولية تحويل لمصر او اكتب بقى داية او نقضي او اي حاجة او اكتب بقى داية في الخنة دي اللي انا عايزه كان بقى جالي كان اللي هو الرقم ده الالفين اكتبها بالموجب دي لان دي فلوس داخلة ويبقى فيه اصال بالرقم ده في الدفتر يعني مين اللي استلم الكلام ده او مين بيتابع واكتب اللي نفسي فيه هنا اه تم التحويل من كزا الى كزا اكتب اي حاجة بس هنا ده مصاري التحويل وده الشخص اللي كان بيتابعي التحويل هلاقي في الاخر ناقص لمنزل بس الخلية دي هلاقي بقى ناقص 3 تلاف المشروع ده باين هو باين عندي كل حاجة فيه كل حاجة فيه حصلت كل ما يجيلي عملية او عندي كود المشروع بادوس طبعا بالعايز مسلا انا دوقتي المشروع ده في الاخر انا في المشروع رقم مثلا سي 300 ده او كده انا مديله رقم ملوش علاقة بالموضوع. لو رجعت الاول مشروع. وانا عايز ادور على المشروع بتاع ثلاث خمسات ده هنا. فانا عندي بدوس على هوم دي وادوس على السيرش دي واقول له هاتلي الثلاث خمسات ده. ما انا عارف الاكواد مفروض يبقى عندي ورق. خلاص على طول مجرد اقول له اوكي كده جبهولي بكل اللي فيه. عملية المتابعة سهلة. طب انا عايز اشوف اضيف عميل جديد. ادوس على الزرار ده. هطلع لي جدول بالعملة. الخط ده مدايقني اعايز ازبطه عادي جدا ندوس على هوم دي. الاقي الخطوط والفونتات اغير الفونت اخلي الفونت ده مسلا اربعتاشر. الاقيهم زادوا اخلي الارضية بتاعت اللون مسلا برحتي يعني زي ما انا عايز اخليها كده يخلي الارضية كده. لا ارجع تاني اخلي الارضية ده كده برحتي يعني. عايز اقول ان ده العدد العمل اللي بتوعي مسلا كزا عميل. طب انا دهوقتي عايز ان انا ارجع تاني في الشاشة دي. بيقول لي طبعا عشان غيرت في في الالوان وكده بقول له لأ ما تسايفش. ارجع على طول الخانة دي. عايز اشوف اضافي تعميل وتعديل. طب اضيف عميل جديد مش موجود. خلص قلت هاجف الاخر هنا وخلص وهبدأ اضيفه. اكتب كلمتين اكتب اسم واكتب مسلا عميل. اي اسم اكتب. ادي له سيري. ادي له كود مسلا اللي يكن سبع سبعين. راحتي يعني ممكن طبعا اكمل عادي جدا وكتب مسلا عميل تست. تست. خلص وانزل هنا خلص العمل اللي بقى تستي ده مجرد ما انا هقفل واسجل طبعا واقفل او هو اوتوماتيك كده اسجل يعني. واقفل كده. وبردك انا اعمل هنا في مينيو في الاصدار اللي بعد ده بس مش هو ده اللي انا باشرع عليه دل الوقتي كنت عملته بس سايبه في المكتب. فيه بحبة ايكون زينا سيفهم كده يعني. طب انا دوقتي عايز اا اعمل او اشوف اي حاجة بادوس بردك على الهوم دي. فيه رفريش رفريش لبدأتها. عشان بعد ما بعمل عمليات اضافة جديدة فالعميل الجديد ده هيبقى موجود عندي هنا. يعني اسمه لو انا شفت كده شوف العملاء. وافتح اقفل القايمة دي تاني. هلاقي بقى فيه عميل اسمه تست واخد ترتيب لو بدأتك تكتب تست كده باداية هلاقي فيه تست هو موجوده. العميل اللي اسمه تست. طبعا هعمل كده مش هقبل. خلي ده زي ما هو كده. عشان ما لعبش في اي داتا طبعا دي نسخة تجربية اللي في اداية دي. فممكن اغيره كده بس مش النسخة الحقيقية النسخة الحقيقية موجودة في الشغل يعني. طب التقرير عن كل شيء للمراجعة بقى. ده تقرير جامد يعني. التقرير ده بيجيب لي هنا اسم المشروع كل المشاريع وهنا وبعد كده اسماء العملة بالطريقة دي. وانا ماشي كده بالشريط ده كده. وكل عميل ليه كان مشروع وفي الاخر خالص جايب لي في الاخر. ده ونزلت للاخر خالص جايب لي كل مشروع. يعني مسلا ده العميل والعملة بتاع العميل ده عليه كام. طبعا غالبا عليهم او كده. جدوا بزريف جدا فيه كل الاحصائية صعبة جدا ان حد يعملها بيديه يعني. ده ميزة التقارير. احصائية جامدة يعني مسلا هاخد نسال واحد وليكن مسلا العميل اي عميل مسلا سي عميل يكون واخد آآ عنده مشاريع زي ده بشاير. دي المشاريع ومديونات كل مشروع ايه. طبعا ما بين قسين كده يبقى مديونات كده يبقى خلص صفر يبقى. ده مديونات مشروع مديونات مشروع مديونات مشروع مديونات وكذا وفي الاخر ممكن ياخد الشيط ده كله كده. اعلمه كده وعمله كوبي. طبعا انا عملت بوتن هي خرج للإكسيل على طول. لكن لو انا عايز اعمل كنترول سي كنترول في للإكسيل هيتحرك على طول يروح على الإكسيل. عشان ما طولش الملف طبعا فاتح كل المشاريع في جدول برضك لو انا عايز اخد كل المشاريع اشوفها كلها مع بعضها وعمل كده كنترول سي كنترول في واحط على جدول واعمل بقى فلاتر واعمل اللي انا عايزه فيها كل حاجة عن المشاريع بالتفصيل الممينة. طب برضك لو انا آآ آآآ فاتأ كل المدفوعات والباقي بطريقتين. آآ هنا بيعمل التشيك على نفسه. هنا ايه اللي ادفع? يا مسلا هنا اسم العميل اسم المشروع وهنا الإصالة بتاعته. فهلاقي ما تقرر في المشروع مسلا رقم واحد ده. كان فيه تلات عمليات فيه. وكل عملية ده كان الاجمالي وزادي ده التحويل لمصر وتحميل وتحويل لمصر وبعدين في الاخر خالص هو الراجل معلوش حاجة في الحاجتين فطبعا فيه رقمين هيجي هعمل ملف تاني بردك هو ده بيحسب لي كل حاجة يعني حسب لي لو حسبت لو عملت عمل صم هو للإصالات وصم لي مين للرقم ده المفروض الرقمين دول ده اللي وصل المفروض المبلغ الباقي فعلا وده المفروض المبلغ الباقي فيه فرق بينهم نتيجة ايه فيه فرق بينهم فعلا ليه ده عشان كده انا قلت فيه مراجعة لازم بيقى فيه مراجعة عشان كده انا عمل تيست حسب مرة اللي هي حسبيته بقديها اللي هو ده يعني انا هنا بيدخل مشروع بيحسب بقدي الرقم ده بيشوف بقى كان بقى صفر هيكتب صفر فلو فيه مشروع تاني عليه بقى وعلى سبيل المثال لو انا مسلا شفت الجدول للمشاريع كلها هلاقي فيه مشروع عليه باقي مثلا اللي هو باقي بطريقتين كل المدفوعات والباقي بطريقتين هلاقي فيه مشروع مثلا عليه باقي ده رقم كامل مشروع ده مشروع ده رقم خمسة عليه باقي طبع انا عايز حاجة مدفوع حاجاته في باقي زي ده فأنا على طول اقفل كده واشوف بقى قصة مشروع رقم تمانية اقف هنا بردك وافتح على طول الهم دي وادوس على السيرج وقال له هاتلي المشروع رقم تمانية ادوس انتر جالي تمانية بتفاصيله فتفاصيله دي ان مفروض الرقم ده هو الرقم ده يعني الحاجات اللي تمت هنا هي الحاجات اللي مكتوبة هنا فالماء الكمبيوتر مرة بيجمعني ده اللي هي الباقي من الشاشة اللي انا عملها بقداية كتست والباقي هو بيحسبه المفروض المجمع الباقي دي في الخنتين انا عمل بقى الملف اللي هو بتاع كل المدفوعات والباقي بطريقتين مرة بيجمع دون بكلهم على بعضين كده فيطلع الباقي ده بالاجمالياته بالسالب ويطلع مرة الباقي اللي انا بمفروض يبقى زي وزي ده فهو مطلعني المفروض دي بقى تتراجع لمسكهم واحد واحد ونراجع بقى ده انا كنت طلبت يعني ان هم يعملوا المراجعة للداتا مرة واثنين وثلاثة طبعا المراجعة الدورية والاسبوعية تضمن ان ما يبقاش في اي نسبة خطأ حتى للداتا اللي دخل فانا لو قلت فتح كل المشروعات في جدول والباقي بمدفوعات بطريقتين فعلى طول جاب لي ان في فرق بين البواقي دي والبواقي دي طبعا ده من اول سنة لحد ايه كذا طب ايه تاني على السريع كده العميل ومشروعاته وحساب كل مشروع طب نشوف العميل اهو ده العميل عميل الاتنين اللي هو ببحر مسلا دي مشروعاته وكل مشروع تفاصيله ايه ادوس على المشروع ده يطلع لي طبعا يبقى انا لو عايزة راجع العميل ومشروعاته ومدي فرصة للمشروع اليوم الواحد ده يطلع لتفاصيله هنا مثلا لو عايزة اخد مشروع زي ده مثلا المشروع ده خلاص يعني كان اجمالي كزا اجمالي الدفع كزا بقي كزا المبلغ ده بقي فيه طب ده المبلغ دفع المشروع كان كله اجمالي كزا وده الدفع مش مفيش بقى الترانسفير مش مكتوبة هنا والمصار مش مكتوب دي نقص في الدات لكن لو انا بغزي البرنامج داتا يوم بيوم عمر ما هتطلع فيه ولا خضخة والمفروض ده عليه مية وعشرين نفس الكلام اجي هنا ده لا ده معلوش ولا حاجة يعني اجيه الاجمالي وبعد كده الدفع وبعد كده ايه السفر فاصبح انا بقدر اراجع العميل مشروعاته العميل ده عليه كم مشروع عندنا ليه تمانية انا برجحهم واحد واحد واعمل ريبورت يادة وبيهم كده واراجح الاصالات لان ارقام الاصالات جاية ليه هنا اقفل برضك يبقى ده العميل ومشروعاته وحساب كله مشروع مشاريع لا نعرف حالتها يعني ايه دي يعني المشروع total cost 0 يعني او مش عارف لها الحالة خلصت ولا ما خلصت ليه الكزف خلص ولا مش خلص مش كادين خلص ولا متوقف ولا تم اه فيه فلوس بس مش عارفين ايه قصته يعني لازم اكمل الداتا بتاعتي لازم اكمل الداتا بتاعتي ايه ايه اي ايه اي اي انا برضك لو نزلت برضك قدر ازود البوتونز دي بح Tallه ملك نهاية وزود شاشات بس انا حبيت اخليهم كلهم na 8 في شاشة واحدU حبيت اخليهم كلهم na 1 مشاريع التي تمت اللي مكتوب قدامها تمت يعني مشاريع اللي لمواجهتى المتوقف انا بس احياني اطلع دي فوق سنة. مشاريع الازي تمت عشان كده انا هشتغل برضك عليه اللي تم. ادي المشاريع اللي بيانتها مكتوب تم. ادي المشاريع اللي مكتوب تم اهي. كم مشاريع دي اخدها كده كم رقم كم مشروع عددهم عددهم اللي تم دول. طبعا مش هتكرر هنا ايسه رقم المشروع هو واحد. اه بروجيكت كود كان بكزا. يعني لان ده بالبروجيكت. فا اربعة وتسعين بس مشروع مكتوب جاب بيهم تم. لكن انا عندي تلتمية حاجة مش عارف البقية الحالات بتاعت المشاريع دي ايه. الداتا ناصر. التكلفة والدفع المقدمة سفر. مشاريع التكلفة والدفع المقدمة مش مكتوب قدامها اي حاجة. كان مشروع ميتين وتسع مشروع. طبعا دي حاجات ايه طلعهم لي على طول كده على طول وارقمهم. افهم بقى مشروع رقم اربعتاشر رقم معرفة الزيارج على شاشة المشاريع بقافل دي عادي جدا وعمل سيرش واجيبه واشوف قصته ايه. وابدأ عندنا شغل يعني ده شغل ما لها انتهي يعني بس عشان ايه عشان ما كانش في حاجة زي دي. كل المدفعات والباقي. المدفعات يعني ارقام الاصادات والباقي بين تاريخين فممكن على طول اكتب كده واحد واحد عشرين اتنين وعشرين واقول اوكي. بعدين اكتب الاندي ديت اللي هو واحد اتنين عشرين اتنين وعشرين واقول اوكي. هيجيب لي جدول طبعا الجدول اه فيه حاجات معاية. ممكن اكون انا كتبت التاريخ غلط فاعي التاني. واحد ممكن عشان الفورمات بتاعة الديت شهر انا كتب يوم واحد شهر واحد عشرين اتنين وعشرين. طبعا بتختلف الفورمات بتاعت التاريخ من جهاز الجهاز بنزبطها أول ما نزل البرنامج على جهازنا. وبعدين أرجع تاني أكتب واحد شهر اثنين ممكن يعتبرها دي اليوم الشهر الأول واليوم في جهازنا مثلا. لكن ممكن في الجهاز اللي في الشغل يبقى مختلف فبنزبطها من الستينج بتاعة الويندزو عشرين اثنين وعشرين. وخلاص هي مرة واحدة. هنا طلع لخانة واحدة لكن لو أنا اعتبرت الفورمات بتاع التاريخ اللي موجود في الويندزو اللي احنا بنزبطه مختلف فساعتها هقوله واحد على أساس ان ده شهر واحد يوم واحد سنة عشرين اثنين وعشرين وبعدين أكتب الشهر شهر اثنين يوم واحد عشرين اثنين وعشرين كده هيجاب لي بقى داتا هيجاب لي داتا زي ما انت شايف كده الداتا دي لو أنا بصيت كده فيها هلاقي ان الابريشن ديت كلهم محصولين بين شهر واحد واربعة عشرين واحد مفيش خالص شهر اثنين غير واحد اثنين عبوس كده عدتا دي وجاب لي بردك الإجمالي المبالغ دي الخزنة بقى اللي وصل ايه دي المبالغ المتبقية بره ودي الوطرحت الاتنين دول من بعد عرف انا خدت ايه والمفروض بردك في الشهر الاولان يبقى الرقم ده اللي هو الباقي هو نفسه الرقم ده طبعا هنا مش طالعين مزبطين زي بعد دليل على ان بردك محتاجين مراجعة الداتا لو بتخش اول بول يبقى الموضوع هيبقى سهل الداتا لو بتخش اول بول وهكذا طب ده بالنسبة للإصالات اللي انا بقول دايما اللي لازم يبقى عندي دفتر اسمه إصالات استلام تحولات ونأدية وبقى اي تفيل حاجات سواء انا اللي استلمتها او سواء كانت نأدية حسب المصار اللي هو كود المصار اللي انا بكتبه بأدية زي ما انا عايز ده انا سامح ان انا اخطر حاجات ممكن نسبتها وممكن نأدي وتحويله كذا وممكن اكتب بأدية اللي انا عايزه طب كل المشروعات بنترخين يبقى دي تاريخ المشروع دخل عندي وتعمله يعني المشروع ما يخشش ويتكتب على الجهاز إلا إذا كان ليه تاريخ استلام فدي سياسة ده برنامج يا جماعة احنا عاملينه المكتب بس مش عاملينه للبيع لكن لو هنعمل برنامج ونبيعه فطبعا بنعمل بقى كل التفاصيل ويجهز لنا داتا نموذج داتا حقيقي ونجرب به طالع نفس النتائج وكده لا يجب ادخال هذا الرقم وحاجات من دي فده بياخد وقت كودنج بقى لكن احنا هنا عاملينه منضرب الناس تشتغل ومعاهم مستندات ورائية وبراجعة وده الأفضل عشان لو الكهرباء او اي حاجة قطعت او اي شيء فخلاص يعني بس دي كل المشروعات بين تاريخين اقول له ادهت لي من مشروع واحد لحد بردك التاريخين واحد واحد عشرين اتنين وعشرين طبعا في الفورمات بتاع التاريخ لاما ببدأ بالشهر لاما ببدأ باليوم وده بيختلف من جهاز لجهاز يعني وده مرتبطة بالدولة والستنج بتاعت في الويندوز يعني لكن البرنامج بش بيتأثر بيه انا بس ازبطها مرة واحدة وخلاص على كده واحد واحد لي اتنين واحد عشرين اتنين وعشرين اوكي دي المشاريع كان مشروع خم ستة وايه ستة وتلاتين مشروع ادي المشاريع هل والتواريخ بردك هلاقي التواريخ لان تتعدى لحد يوم خمستاشر اتنين من واحد عشرة واحد عشرة واحد واحد اتنين دخل هنا ترتيبه حتى غريب جدا اني جابهولي هنا يعني ده مشروع رقم كام هو جاب لي المشاريع مش بترتب سواء جاب لي عموما المشاريع دي ممكن اقود الشيط ده طبعا هنا في كل واحد فيه فلتر وفي كل حاجة وفيه سورة هيرتبلي يعني كل تيتل من دول فيه فلتر وفيه سورة يعني لو قلت له الكيزز هنا على طول هقول له فلتر مسلا ممكن اقول له مثلا من اتاو زي يعني اقول هوم لي يرتب لي בד مسلا تم فاصبح طبعا ممكن لو انا برضك الحاجات اللي تمت فيهم ايه ولي ما تمتش فيهم ايه بيراتبهم طبعا انا لو عايز برقم المشروع اقول له صورت من السمولست يبقى كده هيجيب لي من تسعة تسعة كده. الاقي المشاريع ارقام غريبة جدا. طفين بقية الارقام اللي هي دي. هنا بقى دي. اني بنقول حاجة اسمها تجانس البيانات اللي دخلت في المشروع. لكن احنا كنا باللمة كده في الاول لزبط الدنيا. عشان كده انا باقترح اني ان ما دخلش داتا للبرنامج ده. انا اقفل به الداتا اللي عندي. وابدأ بين شهر معين بداتا جديدة باصالات جديدة بكل حاجة. الداتا دي بنلمة الدنيا فيها ونعمل نسخة تاني بتبدأ بالتاريخ جديد. بداتا متنظمة على الورق وكده عمره ما هيبقى فيه اي نسبة آآ يعني لو بنيت على كده كاني ببني على الاساس داتا مش متزبط او مش متجانس فهتكون النتيجة مش كويسة. يبقى دي التقارير الرأسية. يبقى انا عامل في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر ونقدر نعمل بتعميد تقارير زمها. عايز اخرج من البرنامج بدوس على دي. خلص قفلت البرنامج. اخش البرنامج تاني اخش كده على البرنامج يدخل اسم المستخدم ممكن متسر ادخله ما اخش. دي فكرة سريعة عن البرنامج.